ما هي الأسباب التي دعتك لأن تقول أن المجتمع المصري هو مجتمع في خطر؟ لو تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أدت إلى تآكل بل انهيار الطبق الوسطى سنقول نحن مجتمع في خطر لو تحدثنا عن الخطاب الديني الذي لا يزال حتى هذه اللحظة يعيش في الماضوية والتسلف ويعيد إنتاج الماضي ولم يتقدم ولم يحل المشاكل الأساسية المطروحة على واقعنا نقول نحن مجتمع في خطر لو تحدثنا على ما يهدد أمننا القومي الآن النيل، الحدود، الحروب، كل ذلك يقول نحن مجتمع في خطر بالنسبة لمقولة قيلت خلال الأيام الماضية إن احنا حنعمل إيه بدراسة العلوم الإنسانية في المدارس يعني زي الفلسفة والمنطق والتاريخ وإن احنا مش في حاجة لدراسة مثل هذه العلوم ونتعلم لا لنعمل فقط نحن نتعلم لنتحضر ونتعلم لنتعايش ونتعلم لنفهم ونتعلم لنشارك لشان كده طاعة حسين كان طول الوقت بيرى التعليم ضرورته إن هي كمان بتخلي الإنسان يعرف حقوقه وعجباته يبقى إنسان مشارك وإنسان فاعل في مجتمع فكرة هذا الفصل التعسفي فكرة مضحكة للحقيقة وهتطلع لنا آلات جيدة تستخدم في السوق العمل حتى يبقى الإنسان أو الزكاء الاصطناعي أفضل منهم لأنه عنده تفوق عنهم في هذه الناحية ما دومت أنت جردتيه من الجانب الذي يصنع وجدانه ويصنع كيانه ويصنع فهمه لذاته والمجتمعه والعالم وللكون يعني إحنا كده بنحول البشر لآلات أو حشرات يعني أشبع بين خليط النحل الذي يفعل ذلك ويخلي الإنسان يتطور هي العلوم الإنسانية التجارب المعملية المعزولة عن هذا السياق الإنساني لن تؤدي إلى تقدم لأن في النهاية العلم في خدمة البشر مش البشر في خدمة العلم وحتى السوق وحتى العمل في خدمة البشر مش البشر في خدمة العمل مشاهدي ذات مصر أهلا بكم اليوم يسعدني أن يكون في صحبة ذات مصر الأستاذ الكاتب الصحفي والمفكر الكبير الدكتور عمار علي حسن أهلا بك دكتور عمار أهلا أن أهلا المساعد سنة 83 صدر في أمريكا تقرير بعنوان أمة في خطر وكان هذا التقرير يتحدث عن أحوال التعليم هناك وكيفية إصلاحه وكيفية الوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال التقرير الحقيقة أو الرئيس الأمريكي رونالد ريجن في هذا التوقيت شكل لجنة تضم صفوة خبراء التعليم هم الذين خرجوا بهذه الوثيقة تحت عنوان أمة في خطر هذا الموضوع يعطينا رسالة بأن أمريكا في ذلك الوقت وهي كانت القوى العظمى عالميا في ذلك التوقيت كانت تشعر بالخطر لأنها لم تكن في مجال التعليم يعني راضية عن نفسها وعن مستوى التعليم في ذلك التوقيت حضرتك رفعت شعار مجتمع في خطر وإحنا النهاردة في سنة 2024 مجتمع في خطر هذا العنوان أطلقته على المجتمع المصري ما هي الأسباب التي دعتك لأن تقول أن المجتمع المصري هو مجتمع في خطر؟ لأن وجدت أن المجتمع المصري يفقد الكثير من السمات والصفات والمقومات التي حافظت على وجوده عبر التاريخ رغم تغير المحتلين وتغير الظروف ما بين يسر وعسر ورغم تغير أنظمة الحكم وتغير أشكال العلاقات مع الجيران ومحيط الإقليمي وحتى مع العالم لكن ظل المجتمع المصري طيلة الوقت قادرا على أن يحافظ على تماسكه طوال الوقت الآن أجد أن هذا التماسك ليس على ما يرام هناك أشياء كثيرة جدا تهز أركانه ولذلك نحن في خطر يمكن أن نتحدث عن تراجع التعليم كما هو حال الأمريكان في تقرير أمة في خطر حين وجدوا أن دراسة الرياضيات لديهم متخلفة قياسا بالتحاد سوفيتي وقياسا بالصين وأم أم أخرى في أوروبا فبدأوا يتحدثوا عن أمة في خطر من هذه الزاوية نحن التعليم كله في كافة المواد يقول أن الأجيال المقبلة لن تكون على ما يرام من حيث التكوين المعرفي نحن في خطر لأن الجينات الاجتماعية التي حافظنا عليها طوال الوقت أن المجتمع المصري لديه قدرات ذاتية تسمح له بأن يكون قويا حتى لو ضعف النظام أو ضعفت الدولة في شكلها الرسمي يظل هذا المجتمع متماسكا خيرا يرفض مصر طيلة الوقت بنابغين في مختلف المجالات يأخذون بأيديهم قادرا أيضا على أن يحافظ على سمة مركزية لدى هذا البلد أنه حتى لو تدهورت به الأحوال حتى لو انحطت به الظروف إلا أنه قادر على الرجوع في زمن قياسي هذه الصفات لم تعود على حالها الآن ولذلك قلت نحن مجتمع في خطر لو تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أدت إلى تآكل بالانهيار الطبق الوسطى سنقول نحن مجتمع في خطر لو تحدثنا عن الخطاب الديني الذي لا يزال حتى هذه اللحظة يعيش في الماضوية والتسلف ويعيد إنتاج الماضي ولم يتقدم ولم يحل المشاكل الأساسية المطروحة على واقعنا نقول نحن مجتمع في خطر لو تحدثنا على ما يهدد أمننا القومي الآن النيل، الحدود، الحروب كل ذلك يقول نحن مجتمع في خطر دي الأسباب اللي دعت حضرتك أن أنت تكتب كتاب أسميته أبواب الأذى من دفتر أحوال مجتمعنا قمت فيه بتشريح أحوال المجتمع المصري بمشرة جراح ماهر اسمح لي أن أنا من خلال هذه الحلقة وحلقات قادمة أتناول معاك ما وجده هذا المشرة ويعني حضرتك حطيت إيدك على موضع الألم داخل المجتمع السؤال الآن هل الناس تشعر بهذا الخطر؟ أعتقد أن أغلب الناس يشعرون بهذا الخطر حتى الذي كان ساهيا أو لاهيا أو لا مباليا أو غير منتمي أو منحاز إلى مصلحته الشخصية الضيقة وصلوا هذا الأزى بشكل أو بآخر نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي قبضت على الجيوب والنفوس والقلوب في السنوات الأخيرة فلم يعود أحد الآن بمنأة عن الشعور بهذا الألم الألم الذي يطاله الكل من قبل كان يمكن لشخص منزوي في الركن لا علاقة له بالهم العام غير منشاغل بالسياسة لا يتابع حتى الإعلام لا يقرأ حتى عن شؤون المجتمع لكنه قادر على تحقيق الكفاية لأسرته وزويه وأن يقيم هذه المملكة الصغيرة حتى ولو بأقل القليل بأقل القليل وبما تيسر الآن ما تيسر هذا لم يعد موجودا في الأيدي ومن ثم الكل بدأ ينظر ما الأسباب كيف يمكن أن نخرج من هذا المأزق ما الذي دعانا إلى الوصول إلى هذه النقطة فمن حيث لا يدري يعني في الوقت الذي يظن فيه البعض أنه يغيب السياسة أو يقتلها أو يميتها أو يرجعها أو يؤجلها أو يضعها في صندوق مغلق السياسة عادت من باب الاقتصاد بشكل كبير جدا أني حتى الطبقات اللامبالية أصبحت الآن مهتمة ومنشغلة يعني هو طبعا السياسة والاقتصاد وجهان العملة واحدة طبعا التلاجم تتامي بنا ويمكن اللي حضرتك بتقولوا أن الناس استشعرت هذا الخطر باين على الوجوه يعني لما حضرتك تمشي في الشارع وتلاحظ أوجه الناس اللي ماشية في الشارع لا يعني الحزن والهم أو شل الهم مرتسم على الوجوه خليني أسأل حضرتك الفرق بين الأمة والدولة وهل مصر أمة ولا دولة؟ هو ده سؤال مهم في حقيقة الأمر لأن هناك فرق بين الأمة والدولة الدول كينات كما عرفتها القواميس في العلوم السياسية أرض وشعب وحكومة وإدارة ووظيفة لهذه الدولة أو سيادة هذا هو تعريف الدولة الأمة كل ذلك لكن لها دور حضاري لها عمق اجتماعي لها تاريخ بعيد لها كينونة لها وظيفة أكبر في سلم القيم الإنسانية في الحضارات البشرية لها أهلها يشعرون بأن لديهم تمييز ما ليس بالضرورة ينظرون من علن أو باستعلاء أو بغطرسة للأخرين لكنهم عندهم شعور بهذا التمييز الدول كثيرة جدا بعضها يصعد ويهبط وبعضها يسود ثم يبيد وبعضها ينتصر وينهزم وبعضها يعني يحقق التقدم الاقتصادي ثم بعد ذلك التخلف وهكذا الأيام دول لكن الأمم حتى لو مرت بها كل هذه الظروف تظل طيلة الوقت محتفظة بمقومات ماء بكينونة ماء بتصور ماء حول هويتها يجعلها مختلفة الدول كثيرة في العالم لكن الأمم قليلة نحن نتحدث عن الأمة المصرية حدث عن الأمة الكردية حدث عن الأمة الأمزيغية حدث عن الأمة الصينية رغم صغر المساحة أيوة وصغر الأفراء يعني العدد مش كثير أيوة لأننا عندهم ثقافة تاريخ أساطير وليس يعني نحن نتكلم عن الأمة الروسية مثلا أو الأمة السلافية نتكلم على الجرمان نتكلم على الأنجلوسكسون أيوة في هذه أمم لها سلمات بعضها يسكن دول عديدة جدا لكن في شعور بأن هذه قومية أو هذه أمة نتيجة تجارب وعوامل تاريخية معينة من حسن الحظ أن توجد أمة واحدة في مكان ما وليست موزعة كحال الأكراد مثلا على سبيل المثال أكثر من أربع دول أو السلاف موجودين في دول عديدة جدا لكن الأمة المصرية من ضمن تميزها يعني حتى الأمة الصينية موجودة في عدة دول وليست في الصين فقط داخل جنوب شرق آسيا بهذا النطاق الجغرافي الأمة المصرية طول الوقت حفظت على وجودها في هذه الحدود اللي هي مليون كيلومتر مربع أحيانا نتمدد زي ما حصل في السودان مثلا السودان تبقى جزء وتبقى لها سمات أو نتمدد شرقا في حتى بلاد الشام أو حتى غربا ليبيا طيلة الوقت كان مصر في أوجي قوتها في العصور الفائتة كانت هذه المملكة تتسع لكنها حين تنحسر تعود إلى هذا المربع الذي تحفظ فيه على الأمة المصرية لذلك إحنا لسنا مجرد دولة نحن فعلا أمة أمة عريقة نقدر تقول عليها وهذا الكلام لا يعني بالضرورة أن نحن في تعارض مع الثقافة العربية الإسلامية أو الثقافة الفرعونية أو الثقافة الأفريقية أو الثقافة البحر المتوسطية إذن هويتنا ما هي هوية المصرية؟ أعتقد أن هذا السؤال المهم أن هوية مصر هي مصر هذه الهوية فيها تشكيل لثقافات متعددة ورقائق وطبقات حضرية متتبعة فالقول مثلا بأن نحن عرب ونصمت هذا قول ناقص نحن أفارقة ونصمت هذا قول ناقص نحن فراعنا ونصمت هذا قول ناقص نحن أقباط ونصمت هذا قول ناقص نحن جزء من حضارة البحر المتوسط ونصمت هذا قول ناقص نحن كل هذا منصهر في بوتقة واحدة تسمى الهوية المصرية فإذا أردت أن تعرف الهوية المصرية تقول مصر هي مصر وسيقة من جلد رقيق الإنجيل مكتوب فيه فوق هيرودوت وفوق ذلك القرآن وتحت الجميع لا تزال الكتاب القديمة تقرأ بوضوح وجلاء طول الوقت نحن منشغلين بمسألة الهوية من نحن؟ نحن مصريون هذا ليس فيه نفي أننا عرب من زاوية هضم الثقافة العربية وكوننا أيضا نتحدث اللغة العربية ونحن مسلمون من زاوية أننا أغلبنا يدين بالإسلام ونحن أيضا فينا مسيحيون بل نحن أساس المسيحية الشرقية ونحن حتى في التصوف لنا مدرسة مختلفة وفي الفقه لنا مدرسة مختلفة ونحن الذين أدخلنا الرهبانة على المسيحية الأنبى أنطونيوس أول الرهبان في العالم كله وحتى كثير جدا من الأفكار الموجودة لدى معتقدات في الشرق والغرب أساسها كان مصر القديمة فهذا البلد رفض العالم كله حضرات الإنسانية بكثير من الأشياء التي تعلمها لذلك حين نريد أن نقول شيئا عن هوياتنا نقول نحن مصريون طيب يعني معروف كمان أنه تعاقب علينا وعلى مدار الزمان العديد من المحتلين والمستعمرين الهكسوس، الإغريق، الرومان، الإنجليز، الفرنسيين وغيرهم هل تركوا بصمتهم على سمات الشعب المصري على الدولة المصرية أم تم احتواءهم وصهرهم داخل المجتمع المصري وبعد ذلك تم لفظهم يعني احتوناهم ثم لفظناهم فتركوا البلاد وعادوا إلى أدراجهم مرة أخرى ولا هم اللي أثروا فينا أكتر هي مصر لعبت على مدار تاريخها دور أشبه بمعدة النعام النعام يلتقط أشياء عديدة جدا خشنة وناعمة لكنه قادر طيلة الوقت على أن يخضمها ويحاولها إلى مدة سلسة مصر كانت تفعل مع كل الثقافات الغازية هذا تأخذها، تستوعبها، تفرغ الأشياء المرفوضة من مضمونها وتلفزها وتستبعدها وتستحسن أو تستملح الأشياء المفيدة والنافعة وتطورها وتضيف إليها وتعيد تطوحها في خدمة الثقافة المصرية فرغم توالي الغزاة وجاءتنا ثقافات عديدة جدا طعامنا منها رؤيتنا الحياة، طعامنا منها اللغة، طعامنا منها موقفنا من العالم طعامنا منها ثقافتنا، اعتبرناها ثقافات فرعية تغزي ثقافتنا الأصلية ولا تعتدي عليها أو تتنحر معها ودي سمة من سمات المصريين أنهم قادرين على الاستيعاب والصهر طولة التاريخ الملاحظ أنهم أخذوا الأشياء الإيجابية من المحتل صح؟ يعني أخذوا الإيجابي وتركوا السلبي والمحتل استفاد استفادة شديدة جدا من مصر كل المحتلين على مدار التاريخ الذين جاءوا مصر غزاء أو فاتحين أو معتلين طيلة الوقت استفادوا من مصر عن سبيل المثال حين جاء اليونانيون أو الغريق نقلوا الكثير جدا من الأفكار التي كانت موجودة في مكتبة الإسكندرية هي اللي على أساسها رأينا أفلاطون وأرستو سقراط سابق وقيل أن حتى الشخصية مختلقة أو مخترعة يعني ليس بالضرر أن هناك شخص اسمه سقراط لكن الأشخاص المؤكد وجودهم أفلاطون ثم تلميزه وأرستو هؤلاء الذين يحال إليهم في الغرب باعتبرهم آباء الفلسفة الغربية التي هي موجودة حتى الآن وديمقراطية آثينة هؤلاء نقلوا تراث مصر قديمة في الفلسفة في الرياضة في المنطق ونقلوا نقلا كبيرا جدا لدرجة أن بعض الكتب سرقت ونسبت إلى هؤلاء فدول استفادوا الرومان حين جاءوا استفادوا من مصر كسلة غزاء الإمبراطورية كلها واستفادوا من عطاء الحضارة المصرية القدمية المصرية القديمة في نظرتها للأديان وهكذا حتى المسيحية تمصرت والإسلام تمصرت وحتى استفادوا أيضا من العلماء الإسلاميين يعني أعتقد برضو مثلا ابن سينة أحنا بتكلم على مصر أولا طبعا دول خارج مصر هم استفادوا طبعا من الحضارة العربية الإسلامية في كل المجالات وأنا أتعجب يعني من البعض في حديث وأتصور أن هذه الحضارة لم يكن لديها شيء الحضارة الفرعونية كان لديها شيء عظيم جدا حضارة العربية الإسلامية كان لديها أشياء أنا أقرأ الآن كتاب اسمه مترجمة دكتور أحمد العدوي لمستشرق أو مثقف بارع هو مسيحي لبناني اسمه جورجي مقدسي ألف كتاب عن أصول العلوم الإنسانية عند المسلمين وعند المسيحين في الغرب فتكتشف أن كثير من العلوم الإنسانية التي درست في الغرب وصنعة الغرب الحديث مأخوزة من المدارس الإسلامية في القرون الوسطى فمصر سهمت في صناعة الحضارة العربية الإسلامية شأنها شأن إيران يعني بلاد فارس بلاد موراء النهرين بلاد المغرب كل البلدان التي دخلت في هذه الحضارة أفادتها والاستفادة من مصر كانت عميقة يعني أحيانا البعض يعتقد أن هذه الاستفادة خاصة فقط بالجوانب المادية أن مصر بلد نهري في تجارة زراعة صناعة لا مصر أيضا أضافت الكثير من الرؤى والعلوم ولم تقدم إسهامها بشكل بارز نعم زي بلاد الفرس وبلاد موراء النهرين والأتراك فيما بعد اللي في الترجمة وفي الفلسفة وفي الفقه وفي الحديث لكن مصر قدمت في الكولورها وطرسها الشعبي وروحها ونظرتها للحياة وطبيعة تدينها بشكل ناعم وسالس بطريقتها قدمته حتى دائما يقولوا الإسلام الوسطي خرج من مصر صحيح إنه المعتادل أو العلوم المعتادلة أيضا الغير متطرفة في رؤاها وأنا يعني عايزة أسأل حضرتك طالما حضرتك أشرت لمسألة العلوم الإنسانية ودي بما ثابت يعني أن أنا إيه بدخل كده بس توقف حضرتك بالنسبة لمقولة قيلت خلال الأيام الماضية إنه إحنا حنعمل إيه بدراسة العلوم الإنسانية في المدارس يعني زي الفلسفة والمنطق والتاريخ وإنه إحنا مش في حاجة لدراسة مثل هذه العلوم ولكن علينا أن نتجه أكتر إلى العلوم العلمية زي الطبيعة زي الكيميا زي الرياضة علشان الإنسان لما يتخرج أو يدخل جامعة يعني يقدر إنه هو يشتغل ويجيب دخل محترم يعني هو ده مش في سياق الحديث ولكن هو بيفرد نفسه سؤال الواقع الآن آه هو بيفرد نفسه أنا عايزة من حضرتك أولا الفصل بين العلوم هذه نظرة حديث قديما كان علماء الدين والفلسفة والفقهاء مهتمين بالعلوم الطبيعية فنجد ابن سيناء على سبيل المثال أنت ذكرت ابن سيناء ابن سيناء كان له كان يضرب في كل اتجاه بسهل له في الطب وله في الرياضيات وله في الفقه وله في العلوم وهكذا كان العلماء كان فيه تكامل العلوم موجودة وكان العلماء موسوعيين حصل انقسام لهذه العلوم نتيجة أنها تطورت وأصبحت فروع وداخل العلم الواحد فيه فروع عديدة جدا يعني في العلوم السياسية مثلا نتكلم عن النظرية السياسية نتكلم عن الفكر السياسي والاجتماع السياسي اقتصاد السياسي والحكومات المقارنة والجغرافية السياسية تكلم على فروع عديدة حتى داخل العلم الواحد لكن هذا للدراسة والتخصص الفرعي لكن لا يمكن تفسير الظواهر في الواقع إلا بالنظر إليها من كافة الزوايا فبعد ما فرعنا الآن يعود العالم إلى مجالين مقربة منهجية تسمى الدراسات عبرة الأنواع أن أنت لما تجي تعملي ظاهرة لازم تشوفيها من أكثر من زاوية وتستفيد من عطاء أكثر من معرفة وأكثر من علم والآن في حقل مهم جدا بيصعد في الغرب ويستوي على سوقه وبدأنا ننتبه له اسمه الدراسات الثقافية الدراسات الثقافية دي تعني الاستفادة من عطاءات كل العلوم في تفسير الظواهر الإنسانية والأحداث والمواقف بدون هذا لا يمكن أن تفسيره تفسيرا ضيقا لذلك بيكلموا على أن التكوين المعرفي للباحث يجب أن يكون متعدد الرؤى والزوايا فهنا دور العلوم الإنسانية مهمة العلوم الإنسانية مهمة في تكوين شخصية الفرد يعني أنا أخرج كيميائي ليس لديه رؤية أخرج طبيب ويذهب إلى الريف ليعالج الناس وليس لديه فكرة عن أنثربولوجيا أو الاجتماع أو الظروف الاقتصادية التي لها تأثير في الطب حتى السياسة لها تأثير في الطب والطب له تأثير في السياسة حتى الفن حضرتك والنقد الفني مرتبط أيضا بدراسة الزواهر الفنية داخل المجتمع مظبوط يعني في هذا التداخل الظواهر طيلة الوقت فأنا لو أخرجت التقني المنبت الصلة بالعلوم الإنسانية أنا لم يدرسها ولم يعرفها ولم يلم بها ويعتبرها عالة ويجنبها ويمر بها مرها الكرام أنا حولت الإنسان إلى آلة فكرة الإنسان الآلة في وقت إحنا عندنا تحدي كبير جدا اسم الزكاء الاصطناعي والأتمتاء الذي يريد أن يحاول الإنسان إلى آلة وفي منافسة للإنسان أنا متميز عن الآلة عن الآلة متميز عن الزكاء الاصطناعي بالروح أيوة إن أنا عندي علوم إنسانية بتبني الوجدان بتبني الشخصية بتمنحني قدرة على التخيل ليس لدى هذه الزكاء الاصطناعي فأنا أجي أفصل وحول البشر إلى مجرد أدوات عمل قاسية أو آلات عمل لمجرد أن سوق العمل يحتاج إلى هؤلاء طبعا نحتاج لكن ما الذي يمنع أن يكون المهندس والطبيب والمبرمج والكيميائي والفيزيائي وعالم الفلك لديه هذا التكوين من المعرفة الإنسانية التي تجعله أكثر فهماً وأكثر إدراكاً دي حاجة الحاجة الثالثة إن دلوقتي في الغرب ما بيفصلوش حتى في التجارب الفيزيائية أو الكيميائية أو حتى الطبية البحتة بينها وبين العلوم الإنسانية بيحتاجوا في بداية إطلاق التجارب إلى الشعراء يحضروا عشان خيال الشعر سابق والعلوم الإنسانية سابقة العلوم الطبيعية بقرن على الأقل هي بتضع التصورات وتيجي العلماء بعد كده يحاولوا يتطبقوها في الواقع وبيضعوا عالم الاجتماع معهم عشان يقول تأثير هذه التجربة على المجتمع أنت تقدري مثلاً تخلق تتصنعي حتى عقار أو دواء دون ما تدرسي المجتمع اللي هتوزعي فيه الدواء لازم تدرسي فيه ثقافته طيب تجربة مثلاً تأثيرها يبقى سلبي أو ضر على المجتمع أو إيجابي ما الذي يقول ذلك العلماء الفلاسفة اللي يضعون الرؤية العامة ما هي الوظيفة الكبرى لهذه النظريات العلمية كيف نستفيدها في تعزيز إنسانية الإنسان وفي تعزيز الخيرية والأخلاق هذا يقوله الفلاسفة والمفكرون والأدباء يعني فكرة هذا الفصل التعسفي فكرة مضحكة للحقيقة وهتطلع لنا آلات جيدة تستخدم في سوق العمل حتى يبقى الإنسان أو الزكاء الاصطناعي أفضل منهم لأنه عنده تفوق عنهم في هذه الناحية ما دومت أنت جردتيه من الجانب الذي يصنع وجدانه ويصنع كيانه ويصنع فهمه لذاته والمجتمعه والعالم وللكون يعني إحنا كده بنحول البشر لآلات أو حشرات يعني أشبع بين خليط النحل النحلة طول الوقت بتفرز العسل ولا تعرف لماذا دي وظيفتها بتأديها بمنتهى التفاني والإخلاص لكن النحلة عبر التاريخ بتأدي نفس الدور لا طورته ولا حاول التغير من شكل خلية ولا حتى تمردت على هذا الدور أو تساءلت ولا حتى استفادت من كل ما حولها في تطوير دورها وتعزيزه حتى الذي يفعل ذلك ويخلي الإنسان يتطور هي العلوم الإنسانية التجارب المعملية المعزولة عن هذا السياق الإنساني لن تؤدي إلى إلى تقدم لأن في النهاية العلم في خدمة البشر مش البشر في خدمة العلم وحتى السوق وحتى العمل في خدمة البشر مش البشر في خدمة العمل ونحن نتعلم لا لنعمل فقط نحن نتعلم لنتحضر ونتعلم لنتعايش ونتعلم لنفهم ونتعلم لنشارك عشان كده طا حسين كان طول الوقت بيرى التعليم ضرورته أن هي كمان بتخلي الإنسان يعرف حقوقه وعجباته ويبقى إنسان مشارك وإنسان فاعل في المجتمع أنا بشكر حضرتك على الإجابة الوافية الكافية لأن الإنسان يعني دي وجهة نظر بقى شخصية يعني أنا بشوف إن الإنسان جسد وروح هو مش جسد بس هو روح والعلاقات الإنسانية تعتمد على الفكر والأحاسيس والمشاعر ونقدرش نفصل ده عنده الفن كمان والموسيقى هم غزاء للروح بيرتقوا بيهم لو إحنا منعناهم حترتقي الروح إزاي فزي ما حضرتك قلت الإنسان بدون علوم إنسانية حيتحول إلى آلات ماشينز ماشية لا يحس لا يشعر قادر حتى إنه ممكن يتحول إلى آلة للقتل بكل سهولة لأنه لا يشعر ولأن لا يوجد شيء يرتقي بحسه الروحي والفني وكل ذلك وبعدين إحنا شفنا كثير من الأطباء امتهنوا مثلا الشعر زي الدكتور إبراهيم ناجي مثلا ففي حتى من العلماء من امتهن الجانب الإنساني والجانب الروحي طيب خلينا نروح لموضوع تاني يتعلق بسمات الشعب المصري إحنا عارفين أن لكل فرد سماته وشخصيته هل ممكن مجتمع ما أو أمة ما يكون لها سمات موحدة؟ صحيح كل أمة لها صفات محددة ليس بالضرورة لا تتقاطع مع صفات الأمم أخرى في مشتركات إنسانية موجودة طوال الوقت لكن فيه كمان قيمة مركزية يعني أنا قرأت أيام كنت طال في الجامعة كتاب كان اسمه سيكولوجية الشعوب اللي كاتب باحث فرنسي اسمه أندريس جيفرد بيتكلم فيه على مفاتيح فهم الشخصية فيقول فيه أن الشعب الإنجليزي مفتاحه العناد والشعب الفرنسي مفتاحه البراءة والشعب الأمريكي مفتاحه الحركة ديناميكي والشعب الروسي مفتاحه التصوف والشعب الألماني مفتاحه النظام شعب المنظم أيها صح فإحنا منضبط كمصريين عندنا قيم مركزية وعندنا سمات نتميز بيها عن الآخرين ويمكن إحنا نبحث عن هذه السمات طب يعني حضرتك شاف إيه العوامل الرئيسية اللي شكلت الشخصية المصرية دي أيها صحيح ما هي الشخصية اللي بندرسها الشخصية الوطنية والشخصية القومية شكلتها عوامل عديدة جدا كل أمة لديها العوامل التي تشكلها هناك مشتركات أيضا لكن الأمة المصرية شكلها النيل شكلها التاريخ السياسي الطويل الذي تعاقب فيه الاحتلال شكلها الموقع الجغرافي شكلها الدين شكلها علاقة المصر بالأرض على مدار التاريخ النيل ترك بصمة كبيرة جدا في حياة المصريين ترك بصمة من حيث أن علاقة المصر بالأرض يعني المصري قيل كما تبلغنا الجبتانة وهي أصفار المصر القديمة الجبتانة بتقول أن المصري كان يقتن الصحراء الغربية وكانت مروجا خضراء يهطل عليها المطر بغزارة ويعيش فيها المصر من 25 ألف سنة تقريبا لكن حصل تحول في المناخ وحصل تصحر فبدأ المصري يبحث عن مناطق أخرى للعيش فتوجه شرقا ليجد النيل ضائعا بين الأحراش والبوس والهيش فبالمناجل الحجرية بدأ المصريون يكتشفون النيل ويجلون الماء ويهيئون الأرض على ضفافه للزراعة دي كانت بداية علاقة المصري بهذا النيل النيل منذ ذلك التاريخ شكل الرزق والثروة وربط المصري بالأرض وكان وسيلة النقل وكان له تأثير كبير جدا في الإدارة وفي السياسة وكيف نحن دولة مركزية نتيجة هذا النيل الحكومة تتحكم في الرأي ولذلك الفلاح طيلة التاريخ كان يجب أن يطيع من يتحكم في الرأي حتى يضمن أن يزرع أرضه ويضمن أن يمتد رزقه فيجب أن يطيع الناس تجمعوا حول ضفاف النيل لأن الصحراء قاحلة صارت قاحلة فالمصر طيلة الوقت ليس لديه مكان ليهرب لأنه لو هرب إلى الصحراء لهلك أولا سهل استياده لأن الصحراء مفتوحة الصحراء الغربية لن يجد مكانا للعيش أو ملازن فعبر التاريخ كانوا المصريين بيلجأوا إلى المنطقة الوحيدة اللي صالحة للاختباء في الصحراء الشرقية رغم أن دايما نقول للعدو جاي للمصريين من الصحراء الشرقية لا الصحراء الشرقية في هضبة البحر الأحمر على مدار التاريخ كان المتمردون أو حتى اللصوص الذين يلوزون بهضبة البحر الأحمر يسمونها بالفلاتية ظل هذا الاسم يستعمل حتى يام عبد النصر اتغيرت للمطاريد فهؤلاء المطاريد يعني عصبات بسيطة جدا موجودة عبر التاريخ المصري في الصحراء لكن بقيت المصريين ممتسلين وموجودين في هذه الصحراء والعربان أو البدو الذين يقتنون الصحراء كانت الدولة طيلة الوقت بتحاول أن تهندس علاقة ما معهم مختلفة عن العلاقة التي تهندسها مع ساكن الوادي والدلتة فالنيل شكل شخصية المصر وعلاقة السلطة بالمجتمع من هذه الزاوية أثر فينا أيضا الدين أن المصر القديم كان الدين يشكل جزءا رئيسيا من شخصيته ومن ثقافته ومن رؤيته العالم حتى أن الحضارة المصرية القديمة لعب الدين دورا كبيرا جدا فيه يعني لا يمكن أن نرى الأهرامات ونرى التحنيط ونرى المعابد دولا إيمان المصري بالبعث بعد الممال ده حتى حضرتك بيقول على الحضارة المصرية القديمة أنها حضارة روحانية وليست حضارة مادية يعني الحضارة المعاصرة الآن هي حضارة مادية بدرجة كبيرة لكن نجاح الحضارة المصرية أنها كانت حضارة روحانية وأيضا إلى جانب العلوم الذين تفوقوا فيها فده برضو بمناسبة العلوم الإنسانية أيهما هو الحضارة المصرية القديمة كانت تجعل المادة في خدمة الروح يعني هذا المعبد الضخم مش معناه أن أنت تتباهي بأن أنت عامل أكبر معبد في القرى أو في الدولة هذا المعبد الضخم يترجم فكرة المهابة يترجم فكرة محاولة صنع أفضل شيء من أجل الامتلاء الروحي في تلك اللحظة فالمصر القديم كان نزعيته الروحانية هي التي خلقت هذه الجوانب المادية فإحنا بنتحدث دائماً من قولة هيريدوتا نمصر هيبة النيل الحقيقة مصر هيبة الدين أيضاً عديان مختلفة من عديان مصر قديمة ومرون بالمسيحية ثم الإسلام ومصر هيبة المصريين الذين صنعوها حين تشاكلوا مع هذا النيل وتفاعلوا فأصر فيهم وأصروا فيه غيروا مجراه وشقوا منه الترع وعادوا هندسته وحاولوا يسيطروا عليه وكان هذا النيل يغضب في أيام الفيضان فيعيد تشكيل الجغرافيا وكان ينحسر أيام الجفاف فيشكل الجغرافيا مرة أخرى فطيلت الوقت هذا يؤثر طبعاً في شخصية المصر طيب هل الشخصية المصرية ثبتة على مدار التاريخ واللي هي أيضاً متغيرة بحسب الأزمنة الشخصية المصرية فيها جوانب راسية وراسخة وثابتة وفيها جوانب تتغير طبع الظروف يعني إحنا لو خدنا مثلاً سبيل المثال لا أريد أن أذهب بعيداً في التاريخ لكن على الأقل في الاربعين سنة الأخيرة خمسين سنة الأخيرة من المؤكد أن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبعت أيام السادات غيرت بعض طبع المصريين من المؤكد أن ذهاب المصريين للخارج سعياً وراء الرزق بينما ظلت مصر طيلة التاريخ المصر لا يزم خارج مصر إلا للنزهة ويأتي الآخرون لمصر ولهذا بالمصريون للآخر هذه المسألة لما تغيرت بداية من السبعينات تأثر المصريون بالثقافات الوفدة يعني النزوع التسلفي الوجود في المجتمع المصري تغيير الطبيعة الوسطية للمصر من الزاوية الدينية ده كان من الأشياء التي تغيرت فينا الآن نتغير من جديد نتيجة الندرة مجتمع الندرة ونتيجة ضيق الرزق بيأثر في الشخصية لا شك يعني جزء من الإثار العطاء الخيرية مد يد العون الآخرين كل ذلك يتأثر لا شك في شخصية المصري نتيجة هذه الظروف الاقتصادية بيزيد عدد البحثين عن الحلول الفردية المشاكلون ولازم المجتمع إلى الجحيم هؤلاء يزيدون باستمرار نتيجة هذه الظروف الاقتصادية القابض على الكل فقطعا هذه الأشياء تتغير في شخصية المصري والأسف تتغير للأسوأ لكن في أشياء لا تزال يعني مثلا احنا شفنا أيام الشدة المستنصرية مثلا أكيد دي يعني أزمة غيرت في طبيعة الشعب زي ما حضرتك بتقول يعني عندما يتعرض لخطر ما لنقص في موارد ما هذا يلقي بزلاله على الشعب ولكن بعد كده شفناه أنه قام وكمل وبعدين بتيجي مشكلة أخرى فتتغير سماته سلوكياته ولكن يعود مرة أخرى هو ده لأن دي كان تبقى خدوش على الجلد من الخارج وممكن تتحول إلى تقيحات أو قروح لكن يظل الجسد من الداخل سليم ومجرد علاجها يعود الجسد كما كان من قبل لكن المشكلة في اللعب على روح مصر الآن أو اللعب بطريقة يعني تغير من هذه السمات أذر بها يعني أنا أقولك مثلا سمة مثلا موجودة فينا يعني يتعجب منها الغربيون وظواهر بسيطة جدا وإزاي بدأت تتأثر في نتيجة ضيق الأحوال الاقتصادية يعني باحثة أوروبية كانت بتعمل دراسة الدكتوراه عن ظاهرة الجامعيات اللي بعملوها المصريين يعني دي تعبير عن الثقة إزاي الناس تسلم فلوسها الحدي لمدة عشرين شهر ولا ثلاث سنين وما فيش ورق أيوة صح في ضمان شفاهي فقط ضمان أخلاقي وكل واحد حين يحل دوره يأخذ المبلغ كاملا غير منقوص فهذه مسألة ليست بالهينة وإزاي الزاوية الأخرى من ظاهرة الجامعيات إن الناس بتتعاون على حل مشكلته إن شخص مثلا يقولك مثلا عنده مناسبة زواج ابنه ويعاني من ضيق ذات الهد فالجامعية دي تعبير عن الرغبة في إعانته مرحلية وممكن نبدل كمان في الأدوار المحددة سلفا عن معاد تحصيل الجامعية إذا وجدنا شخصا يمر بضيقة ما الستة كانت متعجبة من هذا المجتمع الذي يستطيع أن يدير حياته على هذا النحر بطريقة شفاهية بدون ضمانات كتابية للجامعيات واستنتجت قد إيه هذا المجتمع في قدر كبير جدا من الثقة بحيثة أخرى كانت بتعمل عن موائد الرحمن إن موائد الرحمن دي إزاي حد يمد أصمت الطعام أو يفتح موائد من على تساع جغرافية هذا البلد ويأكل الفقراء في شهر رمضان هذه فكرة في السنين الأخيرة نتيجة قبضة الاقتصادية فهذا ممكن تتأثر فلو تأثرت الجامعيات أو قلت موائد الرحمن مثلا سبيل المثال وأصبح قدرة الناس على البزل والعطاء والتضحية والإيثار وفعل الخير تضيق بالتكرار والابتعاد في الزمن يمكن أن تعيد تغيير الروح فأحد قيم المركزية للمجتمع المصري إن المجتمع متماسك وده السمة التي حفظت على مصر طوال التاريخ إن مصر تتعرض لها الذات يعني على سبيل المثال يموت السلطان في زوج شجرة الضر فتخفي الخبر وتفضل مصر موجودة تعود مصر بلا حاكم بعض فترات وتظل مصر موجودة يخرج الحاكم لملقات العدو في الخارج مثلا يزحف الجيش إلى الشام ويرابط هناك بالشهور ليصد عن مصر ويفضل مجتمع المصري موجود ومحافظ على وجوده تنهار الشرطة في 25 يناير لكن في اليوم التالي يذهب المصر إلى مكان عمله كالمعتاد وتجد بعض الظواهر البسيطة جدا التي التقطت فيه اليوم التالي للهزيمة أو حتى الإعلان جمال عبد الناصر التنحي أن الرجل الذي يعد الفول يجهز الفول في الإفطار في الصباح في مكانه لم يغيره جيش تهزم الصباح من الفول باع البطاطا يبيعوا البطاطا نحن في ميدان التحرير لما قرروا يعتصموا في 25 يناير فلو من أين نأتي بالطعام؟ أنا قلت له كنت تقول له نحن في مصر غدا سيأتي الناس بالفول والكشري والبطاطا ده المجتمع المصري العارف سمات هذا المجتمع وقد كان في تاني يوم لقوا معلوش هم المعتصمين أن فيه ناس جاية تجيب بمعنى أن هذه السمات المهمة اللي تحافظ على تماسك المجتمع أحنا أخشى إما لتغيير في التعليم إما تدخلات خارجية شريرة إما ظروف اقتصادية ضاغطة إما التصرف بعدم وعي مع كل ذلك يؤدي إن إحنا نفقد أهم شيء وهو التماسك اللي حافظ على هذا البلد مصان رغم ظروفه ورغم توالي الاحتلال ورغم الطمع فيه على مدار التاريخ طيب هل حضرتك بتشوف أو عايزة أقول إنه هل هناك باب أو نافذة ينظر من خلالها المصريون إلى الأمور إيه اللي بيحدد نظرتهم تلك إلى الأمور يعني الإجابة على هذا السؤال مهمة علشان مثلاً صانع القرار عندما يكون بصدد أنه يصدر قرار ما يأخذ هذه الأمور في اعتباره فيجد قبول في الشارع وتسير الأمور أيضاً بسلاسة في المجتمع ولا يحدث يعني نوع من أنواع الخلل من خلال اتخاذ قرار ما ضد نظرة المصريين للأمور شوفي إحنا نتشابه مع البشر جميعاً في سائر الأرض في إن إحنا لدينا منظومة بتحدد طريقة التفكير وطريقة التدبير لدى المصري كيف نقرر وكيف نفكر السما المشتركة مصلحة طبيعي أن كل إنسان يبحث عن ما ينفعه أو في صالحه هذا جزء من الرجد المهم كيف لا تجعل سعيك في سبيل تحقيق مصلحتك يؤدي إلى إذاع الآخرين أو يكون على حساب مصالح الآخرين لكن وأنت تجتهد وتجد وتسعى يكون هدفك مصلحتك دون إضرار بالصالح العام أو بصالح الآخرين الموجودين معك فده عامل مهم جداً يجب أن يوقف في الاعتبار أن حين يتخذ قرار يفهم على الفور أن كل شخص في هذا المجتمع سيحاول على قدر استطاعته وقدر تفكيره وخبرته أن يفكر في تأثير هذا القرار على مصلحته المباشرة فيه كده مثل مصري يقول إيه عد قلبي ولا تعود رضيسي أهما ده جزء من يعني ما تجيش ناحية مصلحتي أو أكل عيشي يعني مظبوط فده جزء من أن المصري يفكر في المصلحة وأحياناً المصري يفكر بالدين يعني يعمل إحالات دائمة للدين لدرجة على سبيل المثال ودي مسألة إحنا لا تجدها في مجتمعات أخرى وإحنا بنتشارك فيها مع بعض المسيحين والمسلمين في العالم كل اللي بيسموها الإحالات الضمنية أن أنا أحيل دائماً إلى نصوص وأحيل دائماً إلى تجارب تاريخي يعني إذا مثلاً وجد حصل شجار بين رجل بين زوجه وزوجته فحين نريد أن نصلح ذات البين دائماً نستعير أمثلة تاريخية أن الرسول فعل أن الصحابي فعل وهكذا وحتى نظرتنا ومقيسنا لكثير جداً من أشياء من المواقف والأشياء الموجودة في الحياة دائماً الدين يشكل واحدة من أدوات النظر وبتختلف من شخص الآخر ما بين شخص بيرى من الزاوية المنيرة أو المضيئة في التصور الديني وشخص بيرى من الزاوية المظلم يعني نقدر كمان نقول أن الموروثات والمعتقدات القديمة والعداد والتقاليد تحكم دي مسألة تلتة جنب الدين الموروث الشعبي جزء من هذا أن في ناس الأمثلة والحكم والأساطير والحكايات بتشكل جزء من وعيهم ورؤيتهم للعالم وكيف يحدد موقعه وموقفه واتجاهه وقراره بناء على ما يحمله في رأسه من أشياء رسخت نتيجة هذا الموروث الشعبي القديم يعني أعتقد مثلا سكان المحافظات على السحلية مثلا يعني يختلفون مثلا عن سكان ودي النيل عن الصعيد عن البدو يعني كل الموروث الشعبي حسب المكان اللي موجودين فيه السلوك النظرة للأمور تختلف ما بين جماعة وجماعة دخل إطار الشعب الواحد دي الثقافات الفرعية اللي بتغازي الثقافة الأصلية زي النهيرات الصغيرة اللي بتصبوا في مجرى النهر الكبير ما فيش مشكلة طالما لا يوجد صراع بين الثقافة الفرعية والثقافة الأصلية ليست هناك مشكلة بالعكس مهم جدا المجتمع يبقى فيه نوع من التعدد الثقافي أنا عندي ثقافات لكن في الآخر المشتركات بيننا أو النهر الرئيسي لهذه الثقافة يظل طيلة الوقت عفيا وقويا وهو الجامع للكل والصهر للكل فكل إنسان طبعا المكان والتجربة والظرف الذي ولد فيه مستوى التعليم كمان يا دكتور بي أصر ليه دور كبير جدا ليه لأن التعليم بيمد الفرد بوسائل للتفكير يفترض أن التعليم يصنع عند الفرد المتعلم وأنا هنا أتحدث عن التعليم الحقيقي وليس تعليم الحضانات العابر الذي نرى التعليم الحقيقي يجعل الإنسان يصنع رؤية هذه الرؤية هي التي تحدد نظرته إلى ذاته ومجتمعه والعالم والكون هذه الرؤية تحضر حين يسأل فيجيب حين يجد نفسه على باب قرار فيقرر حين ينصح حين يسجر حين ينهر هذا التعليم يجب أن يشكل هذه الرؤية فالتعليم برضو واحد من الأشياء التي تتحكم فينا أيضا السلطة السلسية المصري طول الوقت وبيقرر بيضع في اعتبار السلطة لأن المسألة لم تترابتب كما في أمم أخرى أني أنا أراعي القانون والأمر ينتهي عند هذا الحد وبين وبين السلطة القانون نحن لم نصل إلى هذا المرحلة اللي فيها سواء كما هو موجود في بلدان الأخرى فحين يقرر المصري يسأل نفسه هل هذا القرار سيفتح لها باب خطر نتيجة أنه يغضب السلطة أم لا جزء من الناس جزء كبير جدا من الناس تفكر بهذه الطريقة فأيضا موقعنا من السلطة السياسية أحد محدداتها إلى جانب الموروس الشعبي والتعليم والدين والمصلحة هل تعتقد حضرتك أن ثورة الاتصالات غيرت أيضا في نظرة المجتمع المصري أو أفراده أو أثرت على الشباب بصفة خاصة؟ طبعا ثورة الاتصالات دي من الأشياء اللي غيرت في العالم كله العالم لتحول الغرفة صغيرة نحن تأثرنا بهذه الثورة صار المصري شأن شأن أي مواطن في بلد آخر منفتح على الثقافة العالمية من خلال جهاز الهاتف الزكي الذي في يدي أو اللابتوب منفتح على هذا العالم منفتاح الرهيب لم يكن موجودا من قبل وأصبح شئت أم أبيت أنت منفتح على تلك الثقافات سواء كنت تجيد لغات الآخرين أو حتى لا تجدها لأن وسائل الإضاح أصبحت تترجم أشياء كثيرة جدا ترجمة غير لغوية ترجمة بصرية وترجمة في الوعي وفي إحالة إلى أشياء سابقة في الزهن تتمد الإنسان بقدرة على التفسير وفي إبهار شديد جدا وجازب فأصبح أصبحنا مفتوحين على هذه الثقافة العالمية وبعضها البعض ينجرف فيها انجرافا كاملا وبعضنا لا زال يتمتع بالسمات القديمة يأخذ منها المفيد ويترك الغس وبعضها يقيسه على ما لدينا ويرى ما يضر وما ينفع فيأخذ ما ينفع واترك ما يضر وبعضنا يؤمن بأن من الضروري أن نتفاعل تفاعلا كاملا معها دون أي اعتبارات ولا حدود ولا قيود ولا سدود فنحن مختلفون في هذه المسألة لكن هل ثورت الاتصالات التي حولت العالم لغرفة بل مقعت في مقهى غيرتنا؟ غيرتنا طبعا والجيل الجديد أصبح مختلفا غيرتنا أيضا من زوية طبيعة التفكير نحن عندنا تفكير خطي إن إنسان يفكر فيه إزاي يتقدم في أفكار ولا يعود إلى الوراء يعني يضع الفكرة على الفكرة والرؤية على الرؤية نحو الهدف ده تفكير خطي فيه تفكير دائري إن فيه ناس تفكر وتنتهي من حيث تبدأ وأغلب مؤتمراتنا والندواتنا كده ولقاءاتنا التلفزيونية نحن نبدأ بسؤال وبعد ساعتين من النقاش حد يقول جملة أو يقول عبارة تدل على أن أنا لم نراكم شيئا عدنا إلى نقطة الصفر ده تفكير دائري ثورة اتصالات خلقت حاجة اسمها التفكير الشبكة عند الجيل الجديد أن أنت حضرتك بتدخلي عشان تشوفي خبر عن غزة مثلا فتلاقي على اليمين فيه أخبار أخرى موجودة وفيه أقسام للصحيفة فتضغطي فيدخلك على عالم آخر ومن عالم لعالم لعالم تدجي هذه التشعوبات والتفرعات فتلاقي نفسك في حال التشوش فيش تركيز فالجيل الجديد شائم أبا مخه بيبدأ يحاول يهندس يحاول إزاي يحافظ على القدرة على التفكير الرائق وسط هذا التفكير الشبكي وإزاي التفكير الشبكي دي خلي يؤمن بالتعددية ويدرك أن الظواهر مرتبطة ببعضها البعض وأن العالم في حالة اتصال وتعانق وتعاشق وتفاعل وليس في حالة انفصال كما نريد أن نصور وإحنا بنعرض العالم في خريطة على لوحة لكن في الواقع هو ليس موجود بطريقة مختلفة عن خريطة على لوحة فالجيل الجديد بينتقل من تفكير الخط وتفكير دير التفكير الشبكي فصورة الاتصالات بتعمل فينا كده وتغير أنماط التفكير تماما إحنا مهمتنا إزاي بقى هذا التفكير الشبكي نمده بالمادة اللي تخليه تفكير إيجابي مش نقمعه أو نمنعه أو نتصور إن إحنا قادرين على حجبه ده مستحيل دكتور عمار حضرتك يعني سبحت بينا في بحار المعرفة والعلم الخاص بالشخصية المصرية موضوع مهم قوي بصراحة يعني يعني يمكن تطرق إليه قبل كده الدكتور جمال حمدان في كتابه شخصية مصر ورصت طبعا الشخصية المصرية النهاردة إحنا بنفتح وثيقة ممكن يرجع إليها أي مهتم أو أي دارس أو محب للتعرف على الشخصية المصرية الحديثة لأن حضرتك بتتناول أيضا السمات الشخصية الحديثة وهذا لم يتطرق إليه من قبل أحد يعني كنظرة شملة بتدرس المجتمع المصري بأكمله وبتحط إدها على أماكن الضعف اللي احنا ممكن نقويها واللي ممكن نجد لها حلول فاسمح لي أن احنا نلتقي مع حضرتك مرات أخرى إن شاء الله نتناول فيها أيضا ونسبح بين بحار المعرفة والعلم مع حضرتك شكرا جزيلا شكرا مشاهدي ذات مصر ونلتقي قريبا إن شاء الله